ومشت صحر وشريفة لبيتها وقلست وبقتك تشوف شريفة اللي ساهية قالت شريفة فيه بمشا سيف جاوباتها صحر عنده ميدار وهي تقول شريفة واخها صحر بقتك تشوف شريفة من رأسها لساسها احتدخل عليهم صيف شريفة غير شافت ونادت وقفات وصحر صوبات عينيها عليها وصغراتهم وهو يقول سيف الدين شريفة اجي معايا صحر وقفات بلا ما تحس وهو كيشوف فيها بمعنى يكلها بس قالت له ها احتى انا قال احتى انتي اشنو قالت عندي ما نقول لك وهو يقول من بعد زاد هو وشريفة مخلي سحر مورا ودنيها باغين يخرجوا الدخان احتى دخلت عليها خالتها وفي البير وعند سيف قالت شريفة انا عارفة راسي قطعها سيف وقال جبتك بش تسمعي انا ما بغيش مشاكل مع ود عمي ما كنقول لك ش سيري من هنا ولكن حاولي تلقعي معه شي حال حيث احتى انا مراتي ما غادي نبغيها تكون في دار حتى شي واحد اخر وخي يكون خولها وهي تقول شريفة غادي قتلني وبدأت كتبكي قال ما حدك في داري وفي حمايت ما كينش لي غايقتلك قالت شكرا بزاف وما عرفتش كيفاش غا نردليك خيرك وهو يقول ما درت والو تفضل ناضت شريفة غادا ومع الحل دي الباب قد صحر في وجهها شافت فيها ودخلات سيف الدين قال دكتورا يكلا باس قالت ابغيت نخرج مع خالتي قال لي ها فين قالت ماشي شغلك سيف الدين وقف ومشى باتجاهها حتى قرب ليها وحت ايديها على عنقها ودفحها بالجهن احتى لسقات مع الحايد وقال حالك ما عجبنيش اليوم وانا اعصابي اليوم ماشي ديان نصبر معاكل هاد الشي اللي كتديري فيه طحر عينيها غرغرو وقال تطلق مني قال خرجي ودعبة دفعات ايديه وزادت وهو يقول وبيتك نيشان صاحر بقيت كتشوف فيه وخرجات وزدحت الباب ووراها بتاسم سيف وقال ما كتقصريش احسابك غادي وكيتزادت اما يحيى فاق نيشان في المستشفى حال عينيه ولقا قدامه ناصر وقال فين انا؟ قال له ناصر اتفضل معايا يحيى تحسسني فيه اللي كيترده وهو يقول له وفين؟ قال له ناصر اللي قصر قال له سير في حالك وهو يقول ناصر هادي اوامر سيسير جاوبه يحيى سير قول لسيف ديالك انا ما جايش قال له ناصر الله يخليك ما تخلينيش نديك بطريقة اخرى يحيى ناطشنق على ناصر وهو يقول له كتهددني ما عارفش رأسك معامن وهو باقي كيهضر احتدخ له ربعا ديالي قارد وارجع اللور وشافيه قالوا لقارد ميثيو يحيى تفضل معانا وبلا مشاكير ما كانش قداموش يحلاخور وصلوا للقصر وهو يطلع للصالون الفقاني فين القاعم موكي شربتواه غير شافوه ويوقف قال الحاج يحيى ما لك شكون داف وجهك هاد الحالة قال له يحيى ما عرفتش وهو يقول سيف دي انا قال له الحاج هو شح ما قيتي علاش ضربته جاوبوا سيف دي نقول لي يحيى سكتوا بقى كيشوف في سيف نظارات نارية وهو يقول الحاج شفت شرفاق بايلة هنا شرحوا لي ياشنو ترا سيف الدين مشحدة با قونطق الحاج اجي معايا خليهم يهضروا جاو خارجين وشرفا عاد نازلة بطالب من سيف الدين قبل ما يخر السيف قرب حدا يحيى وشده من عنقه وقال له والله تقيسها والله تهددها احتان دفنك بلا ما ترمش قال له يحيى من امتى والتيك تدافع عليها قال سيف من نهار لجآت لي وطلباتني نعاونها في داري وفي حمايتي ما غاداش تقاص ومن اللي اديها لدارك ضبر لراسك منك لها قال يحيى خليني نديها وبعد على ستها جاوبو سيف الدين احتى تبغي تمشي معاك وبخاطرها خرج وخلي يحيى كي يغلي ودخلت شريفة وقلسات وهي خايفة ودخل سيف الدين البيتو واتكى فوق من الفراش راسو كيزدح وصحر كانت قالسة في البالكو غير حسات بيه دخل وهي تطل علي لقاته متكي ومغمض عيني جاهل عجب حيث في هذا الوقت كيكون خدام يا برا يالداخل في المكتب دياله قالت سيف ومشات قربت حداه وقصده لقات وجهه سخون شوية قالت له سيف بداتك تزعزع وحتحل عينيه وقال خليني نعز قالت فيك سخانة شوية نوت شرب الدواء شنو ضرب قال ليها ما دارني والو خليني غير نعز بقات قيلسة وكتشوف فيه ولكن خاطرها ممهنيهاش كلش بيه كتقلت له راسو قلبت في المجورة وجبدات الدواء ومشاتك تنوض فيه قالت له سيف نوت شرب الدواء قال ما كنشربش اهندكش قالت واش حماقيتي راه رسك سخون ومغاديش يبرد الى مشربتيش الدواء قال سيف الدين راني هدرت معاك ساحر قالت له اوكي تشرب شي عصير بارد قال ليها اه نزلت الكوزينة وعصرت عصير الهيمون ودوبت فيه الكينة وطلعت له دخلاته ولقاته كي حيت تريكوه ابقات ساهية فيه هز عينه ولقاها ساهية فيه وهو يقول سدي فمك اراه الموت كدوه ساحر عاد وعاد لراسها وتقدمات جيهته وهي تقول هاك شرب انزل عليه سيف الدين كامل وصاحر كتشوفه كتبتاسم رد لها البال وقال ادعي الله ما تكونيش درتي فيه بدواء غير شافها بقات كتشوفه ضربات الطم ناط كيجري الحمام كيرجع ساحر مفهمات والي سخونية طلعات معاها نزلت كتجري الكوزينة قبل ما يخرج وكتعيت على هرقية قالت لي هرقية ياك لا باسا للا قالت ساحر السيف عندوشي حساسية من الدواء جاوبت هرقية اه يا ناري ياك ما كنتيك تقلبي على الدواء على قبله ساحر قالت اه قالت لي هرقية ناري يا للا ارضيه معاك هي باقي تهدر معاها ونزل السيف شدها من ايديها وغادي مطلحها البيت وعندي يحيا وشريفة قال يحيا هاتشي اللي درتي ما غايدوش غادتطل عدابة عن السيف وغادتقولي ليه باللي باغا تمشي لدارنا يالله سربي شريفة قالت له لا يحيا هو يقول كيف هاش قالت كيف ما سمعت قال شريفة ما عارفاش راسكش كدير ما حدي كنهدر ببورود يالله هنا رجعو لدارنا قالت انا عييت عييت من كل مرة كتنسح بيا الاند عييت من كل مرة كتعييت بسمية واحدة اخرى وانت فعز نعاسك معايا كل مرة جسمك معايا حاضر وعقلك نعاها خليتيني نتمنى الموت ألف مرة في النهار وما تكونش معايا وانت عقلك وقلبك مع وحدها ميتة خليتيني نغير من وحدها ميتة جففتي بكرامتي الأرض شريفة آجل هنا شريفة سيري لهيه لا علاش تزوجتيني علاش وانت باقي كتشوف فييا شوفتك البنت الكبارة كون خليتيني في الوصخ عايشة وما جبتينيش تحبني ديكور في دارك على الأقل كنت في الوصخ وما كانش عندي أمل ولكن باش تجي وتعطيني أمل وتهرسوا وتهرسني معاه بلدن لا سير الله يسهل عليك أولد الناس جمعات الوقفة وقالت طلقني وبراتي توصلني حرارت العيشة بيناتنا ما خلاتلوش فيني جاوب وخرجات كتشري البيتها والدموع معمرين عينيها وفي بيت سارة كانت قالسة وكتقيس في كرشها وكتتفكر احتجها الاتصال من رقم مجهور ما بغاتش تجاوب ولكن لابال تعودتش عشرات المرات يالله جاوبات وهي تسمع الصوت اللي كانت كدعي الله ما يكونش هو قال ليها خاصني نشوفك اليوم قالت واش حماقتي بعد مني خليني نعيش قال ليها غنشوفك وهي تقول كيفاش غندير اخويا ما غي خلينيش ولا غي سيفط معايا ناصر قال شوفك تهني من ناصر والقارد واجي كانت سناك صار قطعات وهي كلها كتراعد وخرجات من بيتها نيشان لعند سحر وفي البيت عند سحر وصيف سحر لازقه محلحات وصيف محاوتها بإيدي قال ايش نون دير فيك دابا هم؟ بغا تحمقيني بغا تقتليني ما كتزقايش وما كتشدئش الأرض قالت سيف والله ما ما كنتش عارفة باللي عندك حساسية قال وهانتي عرفتي دابا ايش نون دير فيك هم؟ دوي قالت أصلا ايش كي دير الدواء في بيتك إيلا عندك حساسية هم؟ سيف الدين قلبها في البلاسة احتا واللوجة هالاسق في الحيط واضهرها ملاسق مع دهره ما خلاها تزيد حتى حظ وجر سليب بالجهد احتا قطعه وضربها المؤخرتها حتى غوتات وقال من لي كان غلطو ايشنو كان ديرو؟ وعاود اضربها بالجهد كتر من المرة اللولة سحرت المات وهو يقول ما لي كان غلطو؟ ايشنو كان ديرو؟ وعاود وكل مرة كيزيد الجهد يلا بغي يعاود اضرب حتى كيسمعو الدقان وصارك اتعيط بسمية السحر وهو يقول جوج تقايق نلقاك هنا سحر مسحات عينيها حيت دمعو لها وخرجات عند صارة مزنكة قالت ليها سارة سحر الله يخليك عاونيني عافاك سهولاتها سحر مالكي بشوية وبلا متر عدي وتبكي قالت خاسني نخرج ضروري وناصر في الباب هو وليجارد وإيلا شافني غادي يقول هلسيه قالت ليها سحر وانتي فين غدا؟ قالت ليها سارة كان واعدك من اللي نرجع غنعود لي كل شيء الله يخليك صحر شوفي كتديري لسيف وناصر صحر بقى تساكتة كتفكت وهي تقول نزلي وحاولي ما يشوفك حد أنا غدا نحاول نلهيهم ودك الشي اللي دارت نزلات وصحر نزلات موراها وتخبات سارة في الشرطة حدا الباب وسط الشجر باش غير يتحل الباب وتقدر تخرج وليزهارها في الباب كان غير ناصر ووحد أقول وليجارد الأخرين خرجوا تابعين الحاج والحجة صحر نزلات التحت وهي تعيط على ناصر اللي غير سمحها ودخل وقال ما دام بغيتي شي حاجة قالت آه عافك بغيت باقي ما كملتش هدرتها حتى طاحت سخصانة ناصر بدك يغوت على القارد الأخر حتى دخل وهو كي يجري وطلم أنه يعيط على سير هزها ناصر ودخل بها كي يجري للسالون حطها وجات رقية صار غيرت شغلهما مع صحر وخرجات كتزرب في الخطاوي حتى خرجات وشافت مزيان ليشوفها شي واحد دارت درتها وندادرت الشمس ومشات ومع الدورة شدت تاكس والوجهة كانت خطوة نحو المجهول سيف الدين زلك يجري عندها قال ما لها قال ليه ناصر عيطات ليه ويلاه بداتك تهضر وهي الدوخ وثخفات سيف الدين هزها وطلع بها الدروش وقبل ما يطلعت لما ناصر عيط على طبيبة وأكد عليه تكون مرأة ماشي راجع في بيت النعاس قلسة شريفة أحضرها السحر وكتقرب إديها لنيف سحر كتشممها الريحة وثيف واقف وكيشوف فيها وشوية حتى بداتك ترجع لوعيها حلات عينيها وكتشوف جنابها وترجع تصدهم وهي تقول شريفة سحر دارتك تشوف فيها ويلاه بغا تتأكد وهي تتفكر سيف اللي غيوها قفو مربع إيتيه وعينيها عليها ما كي نزلهمش قرب حدها وقال شوية طبيبة في الطريق سحر حضرت رأسها والخلعة شدها ولكن ما بغاتش تبين بغات تقول له بلا ما تجيبها ولكن عارفة سيف غيطيرها في السماء وهو ما كيهضروا حتى وصلات الطبيبة قالت السلام عليكم مشات حدها سحر وجبدات آلة قياس الضغط ودارت شافت فيهم وهي تقول يمكن لكم تخرجوا خاصنين في حس المدام ودك شي اللي كان خرجوا سيف الدين وشريفة وقفو كيتسنا من بعد خرجات الطبيبة عندهم قال لي ها سيف الدين ما لها قالت ليه الطبيبة توقف على التنفس خلى الأكسجين ما يوصلش للدماغ الشي اللي خلى ها تفقد الوعي وهو يقول سيف الدين توقف عن التنفس توقف على التنفس قالت له الدكتورة كانت توقع بعض المرات الإنسان ما كيبقاش يتنفس كيتخنق بدعة تواني ومن بعد كيفقد الوعي سيفش كان طبيبة ومشات وهو يدخل عن الصحر أما الشريفة غير سمعت طبيبة شنو قالت وهي تمشي لبيت يالله بغي يهضر حتى دخلات خالتها منوض العجاج معا كانت ناعسة وغير فاقت وسمعت شنو طرا وجاتك تجري سيف الدين غير شافها نادو خرج ما عندوش معاها بسد خصوصا نهارج بدات ليه تطلاق وبداتك تسول في صحر مالكي ايش نو طرا؟ قالت ليها صحر شش وناضت بشوية حلات الباب ما لقات حد وهي تعودت سدو ورجعت قلسات في الناموسية وقالت ما بي يوالو اسخفت بالعاني لاطيفة غير سمحتها وهي تجمحها معها بقرصة احتى غوتات وطارت من بلاستها اياك بنت الحرام الطيحة في النصف باش تديري السينيما قالت صحر اوح ماري ولات زرقاء والله تحرام عليك را غير بغيت نعاون خد السيف صارة وصلت قدام واحد الزنقة ونزلت ومشات غير وصلت للدار وهيت بضدق بالجهد وكتشوف موراها وفي جنابها لا يكونش حد تابحها ولا شي حاجة احتد حل الباب ودخلات قالت الماء بغيت الماء مش اجاب ليها الماء وقلس مقابل معاها كيشوفها كيفاش خايفة وكتشوف هو يقول مرحبا حياتي قالت علاش جايبني علاش بغيت شوفني ابتاسم وقال او والدي اللي في كرشك قالت نورتين الله يخليك انساني وخليني نعيش حياتي كيف ما باغا انا نسيت داك شي اللي كان بناتنا وباغا نبدأ حيات جديدة نورتين نداراتو تحولوا من ندارات شر وهو يقول واش كالتنزيع ليه ولا شنو هاد الهضرة قلت هاو غادي نعاود نقولها انا راه ما غنخليكش وقررت نمشي نخطبك من داركم نادت صارة قافزة بالخلعة وهي تقول واش حماقيتي ااوي ليه بغيت يسيفي قتلك ويقتلني قال نورتين علاش غيقتلني الزواج حرام ولا اخوك هو الامر الناهي اللي بغاها هي اللي كتكون قالت له سارة اول حاجة غيقولك منين كتعرف اختي وانا كنت في فرنسا من اللي تزوج يحيا باختك وزيد عليها قاطعها نورتين وقالي اغادي نجي نخطبك وسدينه يدع المداركم بطريقتك يغا نقولها ليهم انا بطريقتك وفي القصر كانت جالسة سحر مع خالتها كي هدو احتعيطات ليها رقية واللي وضحات ليها باللي الحاجة بغاها خرجت من هنا وهو يدخل سيف من وراها سيف الدين بقاش حال مربع ايديه كيشوف صحة حتى نواها وهي تنزل راسها وبدت كتدور في عينيها حتى هو متحركش ومنزلش عينيه نادت غا دهربانا للحمام وجرها من ايديها حتى رجعت قدامه وقال بغا تقولي لي شي حاجة قالت اه لا لا بحالهاش قال انا اللي كنثورك قالت لا لا ومعا كملاتها ومعا كملاتها معا جاتها تصرفيقها بالجهد لحمكها يلا غدا تطيح وهو يعاودي شدها وثرفقها من الجهة الخرا احتاجها تطايحة في الأرض وني في هوجن فمها بدك ينزل منهم الدم انزل مستواها بكل بورود وعاود جرها من شعرها احتى غوتات قالت طلق طلق مني واش حماقيتي قال ليها عمري ما قلت ليك شحال كان هكره لك دول وخصوصا اللي كيكدب عليها وعينيها في عينيه قالت فاش كدبت شاف فيها وعاود ضربها الكرشها برجلو وقال وباقى زيدا فيه بداوا الدموع نازلين للصحار بقوة الأنم أو هي تقول على هاش كدهدر نوضها وهي ملوية بكرشها اللي كددرها وجرها من شعرها وقال فين ثارة هم؟ نطقي قالت ما عرفتش شدها من عمقها ووقفها مع الحياة وخلى رجليها مهزوذين على الأرض قال اش حال من ما رقلت ليك تاقاي شري اش حال واش بغانين قتلك واش بغانين دفنك حية بدايت كتطلع النفس بالسل وكتقول سيف طلقني غا تقتلني تخناقت بقى كيشوف فيها وهي كتتخنق وكتحاول تفك رأسها من قبلته باش ترد النفس فيها احتى تحل عليهم الباب بالجهد شريفة غير شافت المنظر اللي قدامها وطارت كتجري وكتغوت طالبة من سيف يطلقها وغير ارخاها سيف وطحت الأرض كتكح وإيديها على عنقها وكتحاول تطلع النفس وتهبطها والجه كلمول شريفة وقال خرجي قالت ولكن دار شاف فيها بشوفاته اللي كينزله المفرر كابي وهي تخرج وغير سدات الباب ومشا عن تصاحر وتحنى المستواها وقال ما كنبغيش نقاديك غاتبقاي حتى تموتى على ايدي وطايقيني ما غنفكرش جوج مرات مشا كيقلب في البلاسة فين كانت غالصة وهزة شنوبغا ولاحا عليه تشاكيتات الكوير وخرش خلو راه صاحر كتبكي اللي ولاتك تنيله أعاد عواج كل شي ما تنكرش باللي كيحجبها سيف ضحكتو القليلة ووقفتو مشيتو خضرتو وصارامتو وهيبتو وكلمتو المسموعة طريقة باش كياخد لها حقها من اي واحد ولو يكونوا وليدي احتى من ساديتو كتعجبها يكون هذا هو الحب هي ما عارفاش ولكن اللي متأكدة منو انها بدايت كتنجادب ليه وبلا ما تحس ضمات رجليها عندها وزادت في البكا وهيكا تفكر اول نهار جات فيه راهينة لهنا ضمات رجليها عندها وزادت في البكا وهيكا تفكر من اول نهار جات راهينة لهنا احتى لدابا سيف الدين كان غادي وكيلعب بالورقة ومرة مرة كيزير ايديها عليها احتى داز على بيت خالتها وهو يرجع بحال لا تفكر شي حاجة ضق الباب ودخل وقال ليها اخر مرة تقيسي مراتي قالت له لاطيفة كيفاش وش كون انت قال ليها ديك القرسان اللي بقات زرقة كون دارها شي واحد اخر كون هرست لي ايديه وعلقتها ليه جيتيني خالت مراتي وعليها بالاحترام اذا احتار ميني كيف مكن احتار مر قالت له لاطيفة ايوها انت قلتيها ايوها انت قلتيها بفمك اراني خالتها قال خالتها قبل ما تزوج بيها وتولي محسوبة عليها اتهضري معها بفمك ما تقيسيهاش وخاش كوني حتمها يلا السلام عليكم وخرج وخلى لاطيفة كتغدد عليه باغا غير ايمتا تقدر تهرب سحر من هنا واتهنى من كمارته وكمارات كل واحد شافت في هاد المنطقة السجعة هزات تليفون هودو وزات الرقم قالت المهدي خاسك ضروري تستربية تلقاشي محامي جديد اللي لقى لي ناشي حل قال احتى محامي ما غادي وقف ضد سيف الدين ولكن عندي فكرة حسن نتلاقى وغدقى ان شاء الله ونقول لك قالت فينا ولدي قال ليها الكلينيك قالت واخا الله يعاونك وفي هاد الاتناء كان سيف مشال بيروه وعيت على حمزة جا حمزة وقال له يا كلا باس سيف الدين مدليه ورقة وقال له خمسات دقايق نعرف ديال من هاد النمرة حمزة ضرورين عرفين كاين مولاها شوف دك هون يسر بينا ضغية خدا حمزة الورقة وبقى كيشوف في هاش حال وهو يقول علاج شنو كاين قال لوسيف الدين غير دير شنو قتليك من بعد ونهضره هز حمزة الورقة وخرج ابقى كيفكر شكون هاد الشخص اللي دايره في عينه احتدخل عليه حمزة قال ناصر الهوية مجهولة ما تشرتش الكارت بكونترا ولكن البلاستا فين كاين ديبو خارج المنطقة سيف الدين خدا الورقة وجمع الوقفة قال الله يحفظك حتى كان خارج هو يرجع شاف حمزة اللي ما فاهموه وقال له حمزة مراتي في امانتك ما تخليش واحد يقاديها قال لي حمزة حليش هاد الهضرة فين هاد يا سيف جاوب سيف الدين عندي شي غارات نقضيه ونرجع غير ما كان تقف حتى شي واحد من غيرك داك شي علش وصيتك اتهله قال حمزة غادي نمشي معك وهو يقول له سيف الدين لا شي حاجة كتخصني شي ساعة ولا ساعتين ونرجع وعلى هاد الهضرة نزل سيف دي مارته موبيلته مانع لي قارد انهم يتبعوه وشبد فرديه من تحت الكوسان وشافه واش عامر وزاد والوجهه كانت سنحوه المجهول يمكن جا الوقت يعرف عدوه يعرف مراته وولده على ايد من تقتله دازت ساعة وصيف باقي سايقو كيتفكر قاعدك شي اللي داز منخته ومراته وولده داز كل شي قدام عينيه بحال شي فيلم ولكن فين ما كيتخايل مرتو وهي حاملة كتطلب شي واحد باش ما يقتلهاش بش حال غدا تكون تمنات لو كان مامشاش هاداك النهار لو كان سمح في خدمتو هاداك النهار كانت غدا تكون دا بعايشة وولدهم ولا بنتهم كيتمشا قدام عينيهم عمار ما غدا تبرد النار اللي في قلبه النار اللي ما مخليهش يعطي فرصة لقلبه ويبغي ويتبغى مرة أخرى الانتقام الله في حياته كاللعنة لا هو قادر يرجع الزمان اللور ويعتق مراته ولا هو قادر يزيد في حياته القدام وينسا ما فات وصل قدام ديبه دايرة به غير الغابة وقفته موبيل بعيد شوية ودير سلاحه مورا ظهره ونزل وفي القصر وفي القصر خالد سحر اللي سمعات الحوار اللي دار بين حمزة والحاج اللي غير جاه هو والحاج جاه وجره حمزة وبده كيعود ليه شنو طاري وشنو قال ليه السيفر مشاتك تجري لبيت سحر احتى دخلات عليها وهي تقول سحر بنتي نوضي نوضي قالت ليها لطيفة أنا هي بنيتي وماشي وقت النعاس هذا نوضي سحر بدتك تحل عينيها بشوية وهي تقول مالكي اشنو كاين قالت ليها لطيفة نوضي لبسي ضغية وجمعي حويجك ناضت سحر من بلاستها وهي مستغربة قالت علاش قالت ليها لطيفة راجلك ما كاينش ووقتاش غديرجع ما باينش راجلك مشال الموت برجليه وهذا هو الوقت في انت هربي سحر حلات عينيها ووثعاتهم احتل لحد وقالت كيفاش مشال الموت برجليه اشكت خربقي لطيفة ضربت في خادها وهي تقول واش هبلتي أنا كنقولك هذه هي فرصتنا باش نهرب من هنا وانتي كتسوليني عليه أنا خايفة من دكش اللي في بالي يكون بالصح وشافت ليها في عيني هنيشة وقالت كتبغيه ترات بناتكم شي حاجة هويلياك ما زواجكم ماشي غير على الوراق سحر باقة غير كلمة مشال الموت كتدور لها في راسها وهي تقول أنا ما غنمشي لحتى بلاصة حتى نشوف صف الدين جراتها لطيفة من ايديها وبدتك تغوت ماشي بخاطرك سمعتي ماشي بخاطرك عندك خمسات دقيق غنمشي نجمح ويجي ونلقاك واجدة خرجات مخلية سحر غدت حماق وقلبها كيدرب بالجهد وبلما تحس حلات الباب وبدتك تغوت وبدتك تعيت على حمزة 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 غير سمحها كتغوت وخلى الحاج وطلع كيجري وفي بيت لاطيفة جبدت تليفونها كتعيط وكتلم من ربي جاوبها غير سمعت صوته هي تفرح قال ليها خالتي يا كلاباس بدتك تعاود ليه كل شي من له وحتى الاخر وهو يقول لمهتي انا قلت ليك الحل الوحيد هو هداك انتي اكتر وحدة فينا عارفة سحرش حرزها قاسح وإلى قالت له ما غداش تراجع قالت له لاطيفة ولكن إلا ترات لها شي حاجة قال لها المهدي تيقي فيا ما غي ترى لها والو انا غد انتسنها شي خبار من عندك اما صارة غير رجعت للدار وبغات تدخل ما لقات كيف تدير الحراس واقفين في الباب فكرت حتى عيات قربات حدا الباب وتشجعات وحتاهو محلو ليها الباب قبل ما يهضروا قال القارد اللول خاصنا نقولوها للسي سيف قال ليه التاني كون ما كانش في خباره ما كانتش غدا تخرج دخلات سارة كتتسلت حتى سمعت شو صوت موراها كانت شريفة قالت سارة دارت عندها بشوية وبتاس مات وهي دقول شريفة مالكي واش مخبية من شي واحد سارة قلبهاك يضرب وخايفة غير سيفي لقاها قالت انا لا سيف خويا سيف كاين قالت ليها شريفة لا اخرج عاد رجعت فيها النفس وهي دقول اه 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 نخليك خاصني نطلع لبيتي اعييت قالت ليها شريفة ما يكون بس بتاسمات ليها سارة وطلعتني شان البيتها كتبدي الحويجها وعند سحر في البيت جا عندها حمزة وقال ابغيتيني في شي حاجة قالت له سحر فين سيف الدين قال ليها عندو شي شغل اعلاج قالت كيفاش مشى اللي موت برجله فين مشى حمزة تصدم قال منين جبتي هاد الهضرة قالت له ما شي مهم منين فينا هوسي في الدين جاوبها حمزة داك الشي اللي وصلك ما من نوالو سيف عندو جيماع وغدي تعطل شوية هاد الشي اللي كاين ابغيت نعطيك سكرتيرا تهضري معها نعطيها لك سحر للحظة شكات باللي خالتها كدبات عليها وقالت متأكد قال ليها حمزة اها وهي تقول صافي شكرا دخلت لبيتها وهات زاد حمزة وهو حاسب اللي ما كانش خاصه يكدب ولكن مضطر احتاه هو بده كيتشوش ودازت عليه احتاه هو بده كيتشوش ودازت ساعتين وزيادة وصيف مازال مبان الى تحط الكتر غد يلحق عليه وخا عارف وغا يسخط عليه ولكن على الاقل يكون عارف باللي ما ترى ليهوالو لطيفة غير سالة تجمح ويجها وهي تمشي عند صحر وقالت شفتك باقه غالصة واش غدا تحمقيني قالت ليها صحر علاش كتكدبي صيف مطاري ليهوالو وانا ما غاداش لطيفة بلمت تسوق لهادرتها وبدات كتجمع لها في حويجها وهي تنود صحر كتمنحها وقالت لطيفة اسمحي ليهوالاكين المصلحتك قالت ليها صحر كيفاش باقي يلا غدا تكمل هضرتها احتى حسات بشي دقة ديالشي حاجة قاسحة ضرباتها لراسها قريبا القرفادتها وعلى اتر هادى الدقة وبسباب هادى الدقة طاحت صحر فالأرض فاقد الوعي لطيفة غير ضربات صحر وهزاتها وخاجاتها تقيلة ولكن قد تنودها وتحطها فوق فراشها باش تبدل لها حويجها غير سالات وعيطات على المهدي وعلماته كملت لصحر اللبس وجمعت لها حويجها غير شي حاجة قليلة في الساكل اللي في حويجها احتى ومع الهزة ديالراسها تسعقات من اللي لقات الكاميرا فوق من راسها وغطاتها بمنديل وخرجات وفي التحت كان غالس الحاجة والحاجة وفي التحت كان غالس الحاجة